نيجي بقى للموضوع التاني بلدر كانسر سرطانات المسانة تجعل سرطانات المسانة في الزكور على مستوى العالم المرتبة الربع من حيث سرطانات الاكثر شيوعا بتمثل حوالي 7% من كل السرطانات اللي بتحصل في السكور البالغين قمة معدلات الحدوث بتحصل عند سن 65 وطبعا سرطان المسانة بيحصل اكتر في الزكور اكثر من الاناس حيث ان المعدلات حدوثه في الزكور تلات اضعاف معدلات حدوثه في الاناس وده هنلاحظه على الكيرف اللي قدامنا نيجي بقى للريسك فاكتور او الاتيولوجي بتاع البلادر كانسر اول حاجة اللي عندنا مهمة هي علاقة السموكينج بالبلادر كانسر السموكر بيحصل فيهم بلادر كانسر اكتر من السموكر تاني حاجة الاكيوبيشنال اوكسبوجر يعني معناها اللي فيه واحد بيشتغل مهنة معينة المهنة دي بتخليه يتعرض لمواد كيميائية معينة بتؤدي لزيادة فرص حدوث السرطان المسانة فيه المركبات المهمة اللي عندنا اللي ممكن تكون بتسربة بالكلام ده اروماتيك امينز اده بتخش فيه السباغات اللي هي الانالين انترميدياتز زي التونة فاسيلامين والبنزيدين والفور نايترو باي فينايل والفور امينو باي فينايل تالت سبب من اسباب البلادر كانسر وده سبب مهم جدا كان موجود لوقت قريب في مصر لحد ما حصل ايريديكيشن لشلسوزومة هيماتوبيا كان الشلسوزومة هيماتوبيا زي ما احنا عارفين الاوفم بتاعتها او الاج بتاعتها كانت بتوصل لليورين من خلال البلادر وول وده كان بيؤدي الى ميتابليزيا في البلادر وول وبيحصل بعد كده كارسونومة وكان دايما نوع اللي بيحصل كان سكويموس سيل هستولوجي لان بيحصل سكويموس ميتابليزيا سبب اللي بعد كده ممكن يكون حاجة ايطار وجينيك يعني معنى ذلك اللي انا الدكتور هو السبب في حدوث الكنسر او العلاج اللي استعملناه في علاج مرض تاني هيسبب حدوث برادر كانسر زي استعمال البلفيك ارديشن في تريتمينت اوف كانسرز زي السيرفايكال كانسر بعد فترة طويلة هيؤدي الى حدوث بلادر كانسر او استعمال السايكروفوسوميد لفترات طويلة يؤدي الى حدوث بلادر كانسر نيجي بقى للباسولوجي عندي الباسولوجي هنقسمه التلاتة كاتيوجري ترانزيشنال سيل كارسونومة او الاسم الجديد يوريسيليال يوريسيليال كارسونومة ترانزيشنال سيل كارسونومة ليتي سي سي وديها تمثل حوالي تسعين في المية من الباسولوجيس اللي ممكن تحصل في البلادر بعدها السكويمس سيل كارسونومة وديه تمثل تمانية في المية طبعا انا عندي نوعين ممكن يحصلوا في الاباسيليام الكافر بتاع البلادر وده ليه علاقة بالباسوجينيزيس لو كان بدأ الموضوع بهايبر بليزيا فغالبا هينتهي بترانزيشنال سيل كارسونومة لو كان الموضوع بدأ بميتابليزيا سكويمس ميتابليزيا هيبه هينتهي بسكويمس سيل كارسونومة الاثر كوتويومرز اللي هي بتمثل مجتمع اتنين في المية من البلادر كانسر عرقصهم الادنو كارسونومة وديه كان ممكن برضه تحصل اه في اخرى زي حاجة اسمها يوريكل سيست ويحصل فيها الادنو كارسونومة اه في ممكن يحصل في البلادر كارسونويد وبرضه يحصل لنفومة ويحصل حسب نوع المسل انفولفيد يا رابي دمائي وصاركومة في الاسترياتيد مصل او ليوم وصاركومة في اللسموس مصل نيجي بالكينيكل بريزنتيشن عندي برضه 2 جروب نون ميتاستاتيك جروب وميتاستاتيك جروب الميتاستاتيك جروب معناها اللي البيشنت هيبريزنت بي سيمتوم وهلاقي عنده ساينز اوف ديستنت ميتاسيس حسب نوع اللي موجود عنده من حيث الكومونيستي بعد كده البون بعد كده البريين واخر حاجة الليفر اه النون ميتاستاتيك جروب اه اشهرها خالص اه تماما هو البيلس هيماتوريا ودي بتبقى موجودة في تسعين في المية من الحالات اه بعد كده في البرادر اه اريتابلتي ودي تمثل خمسة وعشرين في المية من الحالات موجودة في خمسة وعشرين في المية من الحالات ودي ممكن تكون خمس حاجات واحدة منهم او اكثر موجودة في المريض زي الهزيتانسي والإرجانسي والفريكوانسي والديسيوريا والبوسط فويدنج بلفك ديسكمفورت يعني ايه؟ الهزيتانسي معناها اللي المريض بيجي له احساس اللي عايز يروح الحمام وبيروح الحمام فما بيجيبش يورين يعني معناه اللي هو عنده الشعور والرغبة في عملية اليورنيشن ولكن عملية اليورنيشن ما بتتمش اه الارجانسي معناها اللي هو يتزنق او يتحزق في البول يجي له شعور اللي هو عايز يخش الحمام ويكون محتاج بشكل عاجل دخول الحمام الفريكوانسي هو زيادة مرات دخول الحمام وبالذات طبعا هو نايم دوسيوريا هي احساس بين اثناء عملية المكتوريشن او يورينيشن وغالي ما بيبقى المريض بيوصفه على شكل حرقان بيقول له عما عندي بعد يجي له حرقان ما روح بتبول اه بعد كده البوسط فويدنج بلفك ديسكمفورت معناها للمريض بعد ما اه بعد ما بيتبول بيحس بيه اه كأن فيه تقل داخل المسينة اه البريزنتيشن اللي بعد كده ممكن ممكن برضو بسبب في ممكن ممكن البين ده ممكن يكون سببه يعني على الكيدني بسبب اللي حصل لل فده هيعمل اه داخل اليوريتر ويداخل الكيدني فهيؤدي الى حاجة اسمها ودي ممكن تعمل بين اخر حاجة خالص السيمتوم اه بسبب بتاع اليورين ده ممكن يحصل عليه والمريض يحوش في سيستايتس ويبقى سيمتوم بتاعه طب نعمل إيه للمريض ابسط واول حاجة حاجة اسمها انترافينوس بيلو جرام اي في بي يعني معناها اللي هدي المريض دي كونتراست واعمل له بلين اكس ري عادي خالص فمفروض الضاي ديت هتنزل من خلال اليورين فهلاقيها رسمالي البوس اه الرينا البلفس والكاليسي والكاليسيس سيستم وراسمة اليوريتر وبعد كده نزله في البلادر لو فيه مس في البلادر هشوف حاجة اسمها يعني فيه جزء من البلادر مش هو ياخد الضاي مش هو ياخد الكونتراست فدي معناها اللي فيه ورم داخل المساني اه فيه حاجة تانية اسمها سي تي يوروغرافي بنفس الفكرة برضو بس بدل ما هيبقى بلين اكس ري هيبقى سي تي كمبيوتراستوموغرافي هصور وانا بدي ضاي واشوف الضاي برضو بتعمل ايه داخل البلادر ماليا البلادر ولا مش مالياها وهشوف الدفكت اللي موجود داخل البلادر المنزار البلادر بنقول عليه سيستوسكوبي معناها لانا هدخل اه منزار من خلال الوريسرا هخش داخل البلادر وايه هتفرج على اللي موجود داخل البلادر البلادر ميكوزة اخبارها ايه لو فيه اه ماس هشوفها بعنايا وهشوف نوع الماس اه ممكن تكون ممكن تكون اللي يابنقول عليها ممكن اه اه اشوف اه الماس ديت اه الممكن الماس اللي موجود ديت اخد منها بايوبسي او اه اعمل لها اشيلها اه طب فيه حاجة تانية مهمة اه فيه ده ليه دور برضو على اساس اللي الماليجناند سيل وبالزاعة بيحصل لها من البلادر ميكوزة وبتنزل مع اليوريند طبعا وجود ماليجناند سيل داخل اليوريند ينفع يبقى جود اه جود اه بالنسبة ليه يعني لو انا لقيت العينة اليوريند فيها ماليجناند سيل يبقى شور المريض عنده ماليجنانسي بس لو لقيتها ما فيهاش وارد جدا تكون ماليجناند سيلز ما بتحصلش ليه اكسوفوليشن فبتنزلش في اليوريند بالرغم اللي فيه ماليجناند سيلز موجودة داخل البلادر نعمل شست ايميجنج للمريض عشان اكسوكلود لانج متاسيس ودي حاجة من اتنين يابلين اكس راي يا سي تي شست بالنسبة للبلادر المهمة بالنسبة لنا ممكن نعمل سي بي سي ممكن نعمل لفر فانكشن تيست رينال فانكشن تيست وممكن نعمل تحليل بول عادي نسينا نقول اللي ممكن نعمل ابداومن الامجنج سواء بلفي ابداومن الالتراساوند او سي تي بلفي ابداومن عشان برضه نتأكد اللي مفيش ليفر متاسيس وممكن من خلالهم نتأهنا نشوف الليمفنود اللي موجودة ممكن يكون المريض عنده ابداومن الليمفنود نيجي بقى للستيجنج زي ما احنا متعودين تي ان ام اي جي اي جي سي سي تيجنج سيستم التي اللي هي تيومر ممكن تكون تي زيرو نو تيومر داخل بلدر ممكن تكون تي اي اس يعني معناها كارسونوما انسايتو ممكن تكون تي اي اللي هو نون انفيزيف بابللي كارسونوما معناها الى الكنسر اللي موجود ده عامل بابللي بروجيكشن من الميكوزة بس ممكن يكون تيومر تي واحد معناها الى الكنسر انفيد اللامنة بروبريا بتاعة البلدر بس ما راحش ابعد من كده لو الكنسر سيل داخلت داخل المصل هيبقى تي تور ديزيز معناها الى تيومر انفيد الماصل لير اوف زابلدر اللي هي الماسكولوزا اللي هي ده تروزر ماصل طب لو كانت وصلت للسروزل سيربس تبقى تي سري تيومر لو عدت السروزل سيربس وصلت لي زي البروستيت في الرجال واليوترس والفاجينة في النساء يبقى دي تي فور اي طب لو وصلت للبلفكول او الابدومنال والي يبقى تي فور بي طب الريجونال لينفنود لو لقينا الريجونال لينفنود اللي هي الان ان زيرو نو لينفنود انفولفمنت ان واحد لينفنود واحدة موجودة في منطقة ترو بيلفس طب ان تو موجودة على اساس اتنين او اكتر لينفنود في منطقة ترو بيلفس ان سري معناها انفولفمنت او او ارتري لينفنود اه الام اللي هي الميتاسس او ديستانت متاسس ام زيرو نو ديستانت متاسس ام واحد ديستانت متاسس نيجي بقى للستيج جروبس بتاعتنا اول حاجة استيج زيرو اه دي حاجة من اتنين استيج زيرو اي اه اللي هي كروزبوندنج بتاحها تي اي او استيج زيرو اي اس اللي هي كروزبوندنج تو اه تي اي اس بعد كده استيج واحد اللي هو كروزبوندنج لتي واحد تيومر استيج اتنين كروزبوندنج تو تي تو تيومر استيج تلاتة ليها كذا احتمال هي تيومر بتاعتي T3 تيومر او تيومر بتاعتي T1 او T2 او T3 تيومر معها N1 disease او N2 disease او N3 disease يعني Nod positive disease stage 4 حاجة من 2 بغض النظر عن TA او NA وجود non-regional lymph node يعني وجود lymph node above common iliac artery lymph node او وجود distant metastases نقش بقى treatment هيبقى عندي 3 group اول group اللي هي non-muscle invasive brother cancer اللي كنا بنسمعها بلي كده superficial bladder cancer معناها cancer cell not invade muscle layer of the bladder ديت العلاج الاساسي بتاعها الجراحي surgery حاجة اسمها trans ureceral resection of bladder tumor اللي هي بنختصرها TURBT اا بعض الحالات ممكن تحتاج cystectomy وبعد ما بنعمل الجراحة فرص حدوث ارتجاع سواء من نفس النوع او يتحول non-muscle invasive للمسل invasive عالية فبندي حاجة اسمها adjuvant intrafozycal therapy ودي ممكن يكون البي سي جي الفاكسين المشهور بتاع توبركولوزيس اللي هو باسلس كلمات اندوغارين واو كيمو سربي زي الميتوميسل يبقى ديت non-muscle invasive bladder cancer بعد كده المسcle invasive bladder cancer هيبقى عندي حاجة من اتنين يعني ما عنديش قيم اللي حافظ على المسانة فهعمل جراحة ويبقى العلاج بتاعي هو الجراحة يبقى حاجة اسمها radical cystectomy يكون العلاج بتاعي محتاج احافظ على المسانة فهعمل حاجة اسمها brother preservation therapy في brother preservation therapy بعمل اول حاجة اشيل كل الورم على قد ما اقدر بنسميها maximal TURBT اللي هو trans-restriction of brother tumor بعد كده بدي مرحلة اولانية اسمها induction chemoradation بعدها اقيم الاستجابة بتاعتي لو لقيت حصل استجابة كاملة للورم لداخل المسانة بكمل حاجة اسمها consolidation chemoradation طب نفترض اللي ما حصلش استجابة لـ induction chemoradation يبقى الحل اشيل المسانة يبقى عمل حاجة اسمها salvage cystectomy طب انا في بعض الحالات قبل ما اعمل الجراحة ممكن يكون في حاجات معانة تخلي عملية الاستقصال الورم صعبة هيبقى محتاج اعمل حاجة اسمه دون استيج اقل للستيج بتاع الورم اقل الحجم الورم فممكن ادي حاجة اسمها new adjuvant chemoradation chemoradation زي mvac في حاجة كمان option 3 اسمه partial cystectomy في بعض الحالات بيبقى السرطان اللي موجود في المسانة موجود في جزء صغير من المسانة موجود عند الروف بتاع المسانة فممكن اشياء اعمل استقصال جزئي للمسانة واسيب بقية المسانة طب لو الحالة متاستاتيك ازاي عالج متاستاتيك بلاد الكانسر عندي طبعا السيرجري مش هنقدر نقول لها رول اساسي السيرجري هنا هيبقى دورها بس وبرضو الريديو سيرابي الرول بتاعه هيبقى العلاج بتاعي هيبقى سواء كيمو سيرابي او اميون سيرابي الكيمو سيرابي ممكن يكون الحاجة اللي هديها تكون لها بلاتنم بيس دو كومبينيشن هدي كومبينيشن من الدواء من الادوية ولكن فيهم بلاتنم بلاتنم دراج زي سيس بلاتن او كاربو بلاتن اه من اشعر الادوية اللي هي سيس بلاتن بيس د كومبينيشن حاجة اسمها امي فيك ميزوتريكسيت فين بلاستين ادراميسل ادراميسل and سيس بلاتن اه زي ما احنا عرفنا من المرة اللي فاتت مفروض يعمل ولكن تحايلت على المسألة ديت عن طريق اللي هي حطت معوقات امام جهاز المناعي تمنعه من الاستجابة للخلايا السرطانية وطبعا ده حاجة من اتنين يا المعوق ده هيكون في مسألة او في مرحلة اه الادراق الجهاز المناعي لوجود سرطان اللي بنوا عليها او في مرحلة الاتاكينج للماليجناند سيلز اه في مرحلة الاتاكينج الكنسر سيل بتعمل اكسبريشن لموليكيول الموليكيول ده اسمه اه بي دي ال وان اللي هو بروغرامد ديس لايجند من النوع الاول المفروض البروغرامد ديس لايجند وان ده بيبقى لايجند لموليكيول على تي سيل اسمه بي دي وان اللي هو بروغرامد ديس موليكيول وان ولذلك انا عندي نوعين من الانتي بودي ممكن يوقفه الفرامل ده يا انتي بودي اجينست البي دي ال وان اه زي الافيلو ماب او اه انتي بودي اجينست الانتي بي دي وان على تي لمفوسايتز زي البمبيرلو زو ماب اه وبكده نبقى خلاطنا اه اه مك